بعد أسبوعين من كشفها عن المشروع ها هي شركة سندان للتطوير العقاري تطلق مرحلة تنفيذ أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في السلطنة المشروع سيقام في منطقة حلبان بمحافظة جنوب الباطنة وستبدأ الأشغال فيه في يونيو المقبل على أن يكتمل بعد سنتين هذا طبعا مشروع مبتكر مثل ما تعرفوا هي منطقة صناعية وهي منطقة صناعية شاملة كان العرف طبعا أن تقوم الحكومة بإنشاء المناطق الصناعية والآن هذه مبادرة من القطاع الخاص هناك عدد من الأراضي المعطلة الحقيقة في السلطنة في أماكن مختلفة وأتمنى أن يحذو المستثمرين حذوهم طبعا الآن هناك مديرية عامة مختصة في وزارة الإسكان والتصنيف الأراضي في منطقة الباطنة تحديدا تم من قبل مجلسة على التخطيط البنوك متلهفة لتمويل هذا النوع من المشاريع سندان واحد من المشاريع الصناعية الرائدة التي لما طرحت علينا الفكرة وجدنا أنه هذا المشروع سيخدم في أكبيرا من الصناعيين اللي قد يعني يستأجروا قد يشتروا قد يعني يصبح مجتمع صناعي متكامل وفيه حاضنات مختلفة وستحتضن المدينة الصناعية أكبر تجمعا للسيارات المستعملة في السلطنة ومعارض لمواد البناء بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية خاصة للعملين وهايبر ماركت ومستشفى ومطاعم وكافة متطلبات الحياة بمواصفات عصرية وفق المعايير العالمية مدينة سندان هي أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في السلطنة عمان وإذا حبينا نشبهها ممكن نشبهها بمنطقة صناعية في المعبيرة حاليا بس بطريقة منظمة أكثر فعندنا قطاع السيارات وعندنا قطاع البناء كل ما يتعلق بعالم البناء وكل ما يتعلق بعالم السيارات تنقسم مدينة لقسمين رئيسيا بالإضافة إلى مجموعة خدمات أخرى مثل المكاتب والمساكن والبوليفارد اللي في المعارض 1200 محل وورشة وعندنا 1800 سكن وعندنا 400 مكتب في المدينة وتم خلال الحفل فتح الباب للراغبين في شراء مختلف وحدات المشروع مع اكتمال بيع جميع معارض السيارات قبل الطرح لعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تستهدفهم المدينة الصناعية دعما للشباب العماني والاقتصاد الوطني